انطلقت اليوم أعمال القمة 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيو ديلهي لتباحثي حول أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي واختارت الهند شعار قمة هذا العام المتمركز على زهرة اللوتس تحت عنوان أرض واحدة عائلة واحدة مستقبل واحد حيث ترى الهند أن الشعار والموضوع ينقلان رسالة قوية وهي السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع في العالم هذا وتشارك دولة الإمارات في القمة كضيف شرف وذلك من خلال حوارات ولقاءات مع الشركاء الدوليين للتباحث خلالها لمواصلة تعزيز التعاون في عدة قضايا تشمل دفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي المتوازن وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك